بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحباء الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحمد زهران يحييكم من جديد ونحن نغوص في أعماق التركتولوجي of the central nervous system تعرفنا في الحلقات اللي فاتت على الميجر ascending والdescending tracts وتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن التركتولوجي والانترنال structure of the brain stem تعالوا النهاردة نتكلم عن موضوع غاية في الأهمية والمتعة والتعقيد تعالوا النهاردة نتكلم عن الانترنال structure and the tractology of the cerebellum السريبلum هو المخ الصغير أو الأخ الأصغر للمخ وإحنا عارفين معلومات عامة كده إن السريبلum دوت يعني ليه دور كده في الحفاظ على البالانس بتاع الجسم وكذلك على إن هو يعني يزبط لك الفاين موفمينس بتاعتك إنها تطلع بشكل منضبط وتطلع بشكل دقيق تعالوا النهاردة هنتعرف إزاي السريبلum بيعمل الكلام ده إزاي السريبلum بيقدر إن هو يتحكم في الحركة إزاي السريبلum بيقدر إن هو يخليك تعمل الفاين موفمينس بدقة هو ده الشغل الشاغل للسريبلum مش بس كده السريبلum كمان بيقدر إن هو يزبط التون بتاع المسلس السريبلum كمان بيقدر إن هو يزبط البوستر بتاع الجسم كلام كتير جدا جدا بيعمله السريبلum تعالوا النهاردة نبدأ نتعرف هو بيعمل الكلام ده إزاي بس في الأول خد بالك أنا النهاردة ما بتكلمش أناتومي يعني مش هجي أقولك إن السريبلum عبارة عن تو سريبلر هيميسفيرز وبينهم فيرميس وكل البقى لا 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 والفيشيرز بقى اللي موجودة لا الكلام ده ترجع بقى لمحاضرة الإيه الأناتومي أوف ده سريبلum لا النهاردة أنا جاه أتكلم أكتر تراكتولوجي يعني بتكلم أكتر إيه هستولوجي وبتكلم فيسيولوجي محاضرة النهاردة فيها كلام كتير جدا محتاج تركيز وكلام كتير جدا محتاج إنك تبقى قاعد كده مصحصح وفايق علشان تقدر إن انت تفهمه كويس لإنه هو فعلا لو إنت جدت قراءة كده هتقفل الكتاب وتمشي على طول إنه معقد جدا ومحتاج إنه هو فعلا يتفهم براحة وده اللي إحنا هنحاول قدر المستطاع نقدر إن إحنا نوصله بإذن الله بعيدا عمل أناتو بيبقوا إن السريبلم عبارة عن تو سريبلر هيميسفيرز وبينهم فيرميس لا عايزين نبص على الانترنال استراكتر اوف ده سريبلم والله بصراحة الانترنال استراكتر اوف ده سريبلر عبارة عن سريبلر كورتكس ووايت ماتر وجوه الوايت ماتر ده في ديب سريبلر نيوكلياي مش بيفكرك بحاجة ده يا معلم اه والله ده عامل زي البرين مش البرين برضو كان عبارة عن سريبلر سريبلر كورتكس وبعا كده في كورونا راديات اللي هي الوايت ماتر اللي جوه وكان عندي بيز الجانجليا موجودة في عمق الوايت ماتر اه نفس الكلام بالنسبة للسريبلر يعني السريبلر برضو عبارة عن سريبلر كورتكس وجوه السريبلر كورتكس ده في حاجة اسمها ايه يعني ديبر بقى عن السريبلر كورتكس في حاجة اسمها الوايت ماتر وجوه الوايت ماتر ده في ديب نيوكلياي ديب نيوكلياي تعالوا في الاول كده نتعرف على الاسامي المختلفة للستركترز اللي موجودة في السريبلر كورتكس والديب نيوكلياي ثم نبدأ كده حتة حتة نفهم كل واحد بيشتغل ازاي والتربطات المهمة بقى التربطات المهمة اللي بتربط السيربيلوم ببقية الايه ببقية السنترال نيرفو سيستم اول حاجة لما تبص على السيربيلر كورتكس لو انت خدت قطعية في السيربيلر كورتكس هتلاحظ ان السيربيلر كورتكس ده متقسم الى 3 ليرز 3 ليرز من بره الجوه كده اول لير اسمه The Molecular Layer اسمه ايه؟ The Molecular Layer طيب الموليكولر لير ده فيه خليتين خلية من بره خالص كده زي الساتيلايت اللي قاعد في السماء خالص كده اسمها ستليت سل ستليت سل وخلية تحت كده اسمها باسكت سل ده اول لير خالص لنحن لسه بنتعرف على السيربيلر محت حت اقعد كده اجيب كوباية الشاي كده واقعد اسمع الكلام دلوقتي كده يبقى كده انا بتكلم انا فين دلوقتي جوه السيربيلر كورتكس حضرتك ببص على السيربيلر كورتكس تحت المايكروسكوب لقيته عبارة عن ثلاثة ليرز اول لير فوق اسمها موليكيلر سل لير او موليكيلر لير فيها خليتين خلية من بره خالص اسمها ستليت سل وخلية من جوه شوية اسمها باسكت سل حلو الكلام حلو الكلام شكرا طيب انزلي على الطبقة اللي بعديها والله الطبقة اللي بعديها اسمها بيركنجي سل لير اسمها ايه بيركنجي سل لير طيب دي فيها ايه بقى فيها خلية واحدة اسمها بيركنجي بيركنجي سل شكرا بس كده بس كده حلو يبقى كده اخذنا طبقتين الموليكيلر لير اللي فيها الستليت سل والباسكت سل وبعدين البركنجي سل لير اللي فاقه ايه البركنجي سل بس طب مديني حلوه هو طيب ماشي حلو كمل كمل الطبعة اللي تالتة بقى اللي هي الموست ديب لير بنسميها الجرانيول او الجرانيولر سل لير الجرانيولر سل لير احنا خدنا فوق موليكيولر سل تالت واحدة مين جرانيولر سل لير ودي برضو فيها ايه فيها خليتين خلية اسمها جرانيول سل احنا في الجرانيولر لير خلية اسمها جرانيول سل وخلية تانية اسمها ايه جول جي سل الاتنين بحرف الجي اهو جول جي سل و جرانيول سل طبعا مش عايز اقول لكم بقى الاسامية العلماء بقى وبيسموا الخلاب اسمه مش فاضي بقى خلاص احنا فهمنا الكلام ده يبقى انا كده بدأت افهمهو وانا لسه بخبط على باب السيربيلم عرفت ان السيربيلم عبارة عن سيربيلم كورتكس ووايت ماثر جواه ديب نيوكلياي وعرفت دلوقتي ان السيربيلم كورتكس ده عبارة عن ثلاثة ليرز اوتر لير اللي هو الموليكيلر لير وده فيه خليتين خلية من بره خالص اسمها ستليت سل وخلية تحتها اسمها ايه باسكت سل ده اول طبقة طبقة التانية طبقة البركنجي سل لير ودي فيها خلية واحدة بس ريمين البركنجي سل سهل قوي ثم الديبر لير خلص اسمها ايه اسمها جرانيولر سل لير ودي فيها خليتين برضو الجرانيول سل ومن تاني والجول جي سل ده كلام حتى الان اعتقد ان هو عبيض جدا خلاص عرفنا وفهمناه ده مفوش ابداع انت كده حفزت كل لير في ايه اوتر لير اللي هو الموليكيلر لير ستليت وباسكت وبعكها بركنجي سل لير فيه بركنجي بس وبعكده الايه الجرانيولر سل لير شكر خلاص فهمت الليلة طيب حلو قوي الكلام ده طيب واه ايه تاني والله حرك برضو عندنا الديب نيوكلياي الديب نيوكلياي بتوع السيربيلا فاكر زي البيزل جنجليا عندنا هنا من الديب نيوكلياي دول بص علشان نسهل الدنيا على نفسنا هنقول ان الديب نيوكلياي في نيوكلياي او نيوكليوس مهمة موجودة ناحية السيربيلر هيمسفير موجودة لاترالي يعني ناحية السيربيلر هيمسفير وفي نيوكليوس تانية موجودة في النص ناحية الفيرمس وفي نيوكلياي موجودين ما بين الاتنين او انتر بوزيشن دي كده ما بين الميديال نيوكلس اللي ناحية الفيرمس واللاترال نيوكلس اللي ناحية الايه السيرابيلر هيميسفير ها دي تقسيمة كده احنا لسه بن ايه بنتعرف اه اه يعني تاني يعني انت عايز تقول ان نيوكلية بتاع السيرابيلر متقسبين ثلاثة جروبس في نيوكلية موجودة لاترال يعني موجودة في الوايت ماتر بتاع السيرابيلر هيميسفير اه وفي نيوكلية موجودة ميديال ناحية الميد لاين كده اللي هي ناحية الفيرملس يعني في الوائت ماتر pleasure اه وفيه نيوكلياي انتور بوزيشن م conse注意 ما بين الاتران نوكليوس مetted مowane نغدم واحدة واحدة النيوكليوس اللي موجودة الاتران اللي هي related اكتر للسربيل ريمسفير اسمها دينتيت نيوكليوس اسمها ايه دينتيت نيوكليوس ويبص هي عاملة ازاي بص شكلها عاملة ازاي هي عاملة زي حرف All-D كده اه او عاملة زي حرف السي ماشي دنتيت نيوكليس دي بس لو تلاحظ وحن نتكلم ان هي عاملة زي حرف السي يعني الجزء الجري ماتر بتاعها عامل حرف السي كده الفتحة بتاعتها ناحية ميديالي او فتحة ميديالي ناحية الايه ناحية الوايت ماتر الميديال مش ناحية الكورتكس ماشي معلومة كده واحنا بنبص على المنظر العام بتاع الدنتيت نيوكليس اللي هي النيوكليس او الديب سيربيلر اللي موجودة في السيربيل الهيمسفيري يعني موجودة Lateral طيب من الـNucleus اللي موجودة Medial خالص اللي موجودة ناحية الفيرمس اسمها هذا Fastigial Nucleus اسمها ايه Fastigial Nucleus دنتيت Nucleus موجودة Lateral و Fastigial Nucleus موجودة ايه موجودة Medial طب هم المين بقى Interposition دول بقى اللي هم عادين في النص او دول بنسميهم Interposed Nuclei اسمهم ايه Interposed Nuclei او نيوكلاي اللي موجودين في النص يعني ما بين الدنتيت Laterally والفاستيجيا الميديالي الانتربوز نيوكلاي دول بصراحة اتنين نيوكلاي Medially في عندنا حاجة اسمها Globose Nucleus ولاترالي حاجة اسمها Emboleiform Nucleus الله يعني انت كده قلتين من الاخر هم اربعة نيوكلاي في الديب سر هم اربعة ديب سر بيلر نيوكلاي عندك Laterally موجودة في السربيلر همسفير و Medially الفاستيجيا الميديالي موجودة في ناحية الفيرمس وعندك Interposed Group بقى اللي هو مين اللي هو الجلوبوز نيوكلاي وال Emboleiform Nucleus الله طب انا كده على فكرة فصصتلك السربيلر هستولوجيكا ليه معلم ده انت عرفت كده السربيلر عبارة عن سربيلر كورتكس و white matter جوة الwhite matter ده في ديب نيوكلاي وعرفت السربيلر كورتكس ده عبارة عن ثلاثة لير زينيك مين هم دول بقى موليكولر لير اللي فيه الاستيليت والباسكت سيلز بيركنجي سيل لير فيه بيركنجي سيل وعندك جرانيولر سيل لير اللي هو الموس ديب لير ده اللي فيه جرانيولر سيل والايه والجولجي سيل وبعدين عرفت كمان ان انت عندك ديب نيوكلاي فيه عندك نيوكلايس موجودة في السربيلر موسفيري اللي اسمها الدنتيت نيوكلايس والسربيلر ونيوكلايس موجودة فيه ناحية الفيرمس وديه اللي اسمها الفاستيجيال نيوكلايس ما بينهم عندك انتربوست جروب جروب نيوكلاي اللي هما الايه الجلوبوز نيوكلايس والامبوليفورم نيوكلايس حتى الان يعني اتمنى يكون الايه الدنيا قدامنا واضحة وصريحة للستركتر او الانترنال استركتر طيب تعالى نكمل وانا لسه بتكلم برضو هستولوجي لما بص على الصورة دي بتاعت الليرز بتاع السيربيلر كورتكس تعالى نتعمق فيها اكتر شوي يعني احنا عارفين قلاص الاوتر لير اللي هو الموليكلر لير ده فيه الستيليت سيلز والباسكت سيلز وبعد كده البركنجي سيل موجودة في البركنجي سيل لير والجرانيول والجولجي سيل في الجرانيولر سيل لير ماشي بس معلش هو لو انت فاكر يعني انه اي خلايا عصبية اي نيورون او نيورل سيل يعني عبارة عن سيل بادي ودندرايت واكسون صح كده اي نيورون سيل عبارة عن ايه سيل بادي ودندرايت واكسون الدندرايتس هي اللي النيورون بتستقبل منها الاشارات عن طريق الدندرايتس وبعد كده تروح للسيل بادي وبعد كده تبعد هي اشاراتها عن طريق ايه عن طريق الاكسون صح ولا ايه صح أهم خلية وأكبر خلية موجودة في السيربيلر كورتكس هي مين هي البركنجي سل اللي موجود بقى السل بادي بتاعها موجود في البركنجي سل لير بس لو تلاحظ هنا هتلاقي الدندريتز بتاع البركنجي سل وصلة للأوتر موليكولر لير والأكسون بتاع البركنجي سل نازل للجرانيولر لير لا ده كمان نازل ديب أكتر ووصل لحد الوايت ماتر اوبا ده البركنجي سل شكلها دي مهمة جدا طبعا أهم خلية في السيربيلر كورتكس هي البركنجي سل لير اللي النيوكليوس بتاعتها أو السل بادي بتاعها موجود في البركنجي سل لير أما الدندريتز بتاعتها وصلة فوق لحد البركنجي سل لير والأكسون بتاعتها نازل ديب لحد ما يوصل إلى الديب سيربيلر نيوكلياي أو بيتصل بالديب سيربيلر نيوكلياي يعني بيعدي كمان جوة الإيه الجرانيول سل لير الله 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 راح عليها بقى عشان إيه عشان اتكلمتي إيه لقوي لو تلاحظ في الأوتر موليكولر لير إن هناك اتصالات أو بنسميها بقى ساينابس ما بين الاستيليت و الباسكت glorious axons العملين ساينابسز مع الايه؟ مع الدندريتز أو لبركنجي سل ليير الله الله يعني هناك اتصالات ما بين الاستيليت والباسكت �لز مع الدندريتز أو لبركنجي سل ليير واخد المعلومة دي الاستليت والباسكت سيلز بيبعاتوا انهيبتوري امبالس للبركنجي سيل يعني لما الامبالس اطلع من الاستليت والباسكت سيل ناحية البركنجي سيل بيعملولها ايه انهيبشن يعني بيخليوها تتفارمل خلي بالك خلي بالك اهم فانكشن للسيربيلم على الاطلاق يعني هو ايه هو انهيبتوري فانكشن هو الفرامل لو انت ماشي بسرعة من غير فرامل هتعمل حادثة لو عشان تعرف تسوق كويس لازم تبع عندك الفرامل كويسة جدا انك تقدر تخليك تسوق مظبوط من غير ما تخبط في اللي قدامك فالميجور فانكشن اف ده السيربيلم اصلا هي انهيبتوري امبالس يلا من الاخر كده هو انهيبتوري فانكشن هو بيعمل انهيبشن للإكساسف موفمينت او الإكساسف موفمينت سواء كانت فولانترا او قلم فولانترا انهو بيعمل فاينينج للموفمينت كده ازاي يعمل فاينينج للموفمينت انهو يفارميلها فهنلاحظ ان معظم الامبالس واهم امبالس خارجة من السيربيلم هي عبارة عن انهيبتوري امبالس فاول معروب عرفتها ان الباسكت والاستيلات سيلز بيبعثوا انهيبتوري امبالس لمين للبركنجي سيل طيب حلو جدا طيب البركنجي سيل بقى البركنجي سيل الاكسون بتاعها واضح انهو واصل لحد السيربيلر نيوكلاني نقوله الكلام ده بعد شوية البركنجي سيل برضو انهيبتوري سيل الله يعني البركنجي سيل انهيبتوري بس هي بيجالها انهيبشن من جرانيولو باسكت سيل صح برافو عليك بيجالها فعل انهيبشن من بيركنجي وباسكت سيل يعني ممكن اعمل انهيبشن للانهيبشن يعني كأيني بعمل اكسيتيشن اه اه بالزبط كده كله عبارة عن تصبيت وفرامل ودوس بنزين شوية لأفارمل شوية لحد ما دينا تتزبط وتعرف تعمل الموفمت مزبوطة بس خدني معاك حتة حتة كده يبقى الستيلات والباسكت سيل عاملين سينابس مع الدندريتز تاعة البركنجي سيل بيعملوا انهيبشن للبركنجي سيل عن طريق الايه السينابس ديت والبركنجي سيل اللي الدندريتز بتاعتها وصلة لحد فوق الاكسون بتاعها وصل لحد تحت لحد ديب سيربيلر نيوكلياي والبركنجي سيل تعتبر انها بتبعت inhibitory impulses للديب سيربيلر نيوكلياي شكرا لحد دلوقات احنا ماشيين ايه تا 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 طيب انزل لي بقى يا معلم على الديب لير اللي هو مين بقى اللي هو الجرانيول سيل لير وده اللي في ايه اللي فيه اتنين سيلز الجول جي سيل والجرانيول سيل الجول جي سيل والجرانيول سيل طيب بصي لعا الجرانيول سيل كده معلش الجرانيول سيل بص المنظر بتاعها هعمل ازاي جرانيول سيل شايفها جرانيول سيل الباديز بتاعتها موجودة فين الباديز بتاعتها موجودة فين موجودة في ال inner layer اللي هو الجرانيول layer بس هتلاقي الاكسونز بتاعتها بتطلع لفوق ناحية مين ناحية الموليكولر layer وتتشعب كده يمين وشمال وتعمل حاجة اسمها parallel fibers موجودة فين في الموليكولر سيل لير وكمان بتعمل سينابس مع الدندريتس of the بيركنجي سيل لير الله يعني الدندريتس of the بيركنجي سيل هي بص عاملة زي الشجرة الكبيرة كده بتعمل سينابس مع الاستليت والباسكت سيل اللي موجودين في الاوتر موليكولر ودول قلنا ان هم انهيبتوري للبركنجي سيل وبتعمل كمان سينابس مع الاكسونز of the جرانيول سيل اللي جايلي من تحت لكن خد بالك المعلومة دي بقى الجرانيول سيل تعتبر excitatory او بتبعت excitatory impulses للبركنجي سيل عن طريق الاكسونز بتاعتها اللي وصلها الفوق الله يا جماعة المعلومات كتيرة وعايز تركيز وانا ماشي معاه ماشين مع بعض اهو حتة حتة عشان نفهم نفسنا هاي اما انا كده عرفت البركنجي سيل اهم خلايا عندي البركنجي سيل في الاساس هي ايه هي بتبعت اكسونز بتبعت inhibitory impulses لل ايه للدي بلايرز هذه البركنجي سيل لها دندرايدز طلعها في الاوتر ايه granular outer molecular layer بيجيلها inhibitory impulses من الاستيلات والباسكت سيلز اللي موجودين فوق وبيجيلها excitatory impulses من الجرانيول سيل او من الاكسونز اللي طلعت لفوق عملت المنظر ده بس عشان نقدر ان احنا نتحكم في الجرانيول سيل excitation كان ده دور بقى الجولجي سيل الجولجي سيل اللي هي موجودة في الجرانيول سيل برضو بتبعت اكسونز بتاعتها تصعي نابس معا الاكسونز بتاعت الجرانيول سيل وتعمل لها inhibition انا دماغي لفت وانت دماغك لفت وهتقفل الحلقة وتمشي انا عارف بس انا عامل ايه او العلم صعب بس لو متركز فيه هتفهمه تاني البركنجي سيل اللي النيوكليس بتاعتها او السيل بادي موجود في البركنجي سيل لير لها اكسون ودندرايد الاكسون بتاعها ده نازل لحد الديب نيوكلياي وبيبعت الديندرايد بتاعتها موجودة فين وهي موجودة في الاوتر موليكولر لير حلو og اللي هو فيه الجانج اللي فيه ستيليتور باستسل عامل سينابس مع ستيليتور باستسل فعلا والستيليتور باستسل بيعمله انهيبشن لمين للبركنجي سيل لكنها برضو عاملة سينابس في الموليكولر لير مع اكسونز بتاعت جرانيول سيل اللي هي جاي من الجرانيول لسيلر بيطلع الأكسونز لفوق ويعمل سينابس برضو مع الدندرايس ولكنه بيعمل لهاaling بيعمل لها excitation لي مين للبركنجي سيل وهذه الأكسونز تحت الجرانيول لسيل بيجلع سينابس تاني مين nun الجولجي سيل من الأكسونز ولكنه في ده الجولجي سيل يعني من الآخر كده الجولجي سيل تعتبر inhibitory بتبعت inhibitory لمين للأكسونز بتاعت الغرانيول سيل طب الغرانيول سيل يعتبر excitatory للبركنجي سيل اللي استيليت والباسكت سيل يعتبره inhibitory للبركنجي سيل طب البركنجي سيل نفسها تعتبر ايه؟ تعتبر انها inhibitory للديب نيوكلي يا جماعة الكلام بدأ يوضح شوي الكلام بدأ يوضح شوي ده كده فيه طربطات كبيرة جدا لكن أهم خلايا للعب كله بيتلعب على مين هي البركنجي سيل هي البركنجي سيل هي محور الشغل وهي محور اللعب كل بقية الخلايا دول شغلهم يعملوا عشان في الآخر يتحكم في مين في البركنجي سيل اللي هي الوحيدة اللي بعتها الديب نيوكلياي الوحيدة المتصلة بالديب نيوكلياي هي البركنجي سيل يعني البركنجي سيل بيجي لها منين بيجي لها من من الستيلات والبسكت والجول جي سيل برضو تعتبر البركين جي سيل لانها بتنهيبت الجرانيول سيل اللي بتعملها اكسيتيشن لانها بيجي لها اكسيتيشن فقط من مين من الجرانيول سيل حلو الكلام ده حلو اوي الكلام ده واتمنى يكون بدأنا ان احنا نلقطه شوية لو تلاحظ الكورتكس ده جايله كده two types of fibers fibers جاية من اماكن مش الكورتكس جاية من بره بقى هنشوف دلوقتي جاية منين نعمل fibers fibers اسمها climbing fibers وانعرف سمناها climbing fibers ليه وفايبرز تانية اسمها mossy fibers اسمها ايه موسي fibers يبقى دول two types of fibers زي ما انت شايف كيف الصورة القدامك ديت اللي واخد لون البنفسيجي ده اسمه climbing fibers واللي واخد لون الازرق السماوي ده اسمه ايه موسي fibers الاتنين دول عبارة عن fibers جاية علشان جاية منين بقى هنشوف يعني جاية من من اماكن خارج السيربيلم اصلا يعني جاية من مناطق خارج السيربيلم ووصل السيربيلم علشان تروح تدي اشارات الى الخلال اللي في السيربيلر كورتكس نوعين من الفايبرز واحدة اسمها climbing fibers واحدة اسمها ايه موسي fibers خذ المعلومات ديت بقى بالراحة كده ال climbing fibers ديت جاية منين جاية من ال inferior اللي هي كانت في المدالة قبلون جدا برافو عليك ال inferior oliver nucleus بيبعت climbing fibers الى الايه الى السيربيلر كورتكس طب ليس موة climbing fibers لان هذه الفايبرز اللي جاية من ال inferior oliver nucleus بتتسلق البركنجي سيل علشان تروح تعمل سينابس مع البركنجي سيل تقعد تطلع 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 تتسلق 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 لحد ما توصل الى البركنجي سيل وتعمل ايه وتعمل سينابس معها فسموها climbing fibers عشان كده عشان جاية من تحت خالص وطلع بقى واصلة بقى للسيربيلر عن طريق ال inferior serabella وتوصل لحد ال white matter وهوبة تتسلق توصل لحد لحد ال granular layer وبعد كده تتسلق توصل لحد البركنجي سيل layer وبعد لما توصل البركنجي سيل الحمد لله تروح عاملة سينابس مع مين مع البركنجي سيل بعد لما عملت هذا التسلق الكبير فسموها الخلال متسلقة ده climbing سوري سموها بقى ال fibers المتسلقة او climbing fibers ده climbing fibers يعتبروا ايه يعتبروا excitatory لمين للبركنجي سيل الله ده كافي اتنين بيعملوا excitation البركنجي سيل ايوة صح ال granule cell بتعمل excitation للبركنجي سيل و climbing fibers اللي جامل inferior liver nucleus برضو بيعمل excitation للبركنجي سيل طب و الموسي fibers دي ايه حوار الموسي fibers دي عارف الموسي fibers دي جام منين معظم ال input اللي جاي السيربيلوم غالبا جاي من السيربيلر cortex عن طريق حاجة اسمها corticopontus cerebellar tract كنت اتكلمت عنه قبل كده ان السيريبر cortex بيبعت descending اللي هي corticopontine fibers وتعمل relay مع pontine nuclei اللي موجودين في البيزيس pontes لو فاكر من الحلقة اللي فاتت ويطلع بقى parallel fibers كده يخرجوا من pontine nuclei الى عن طريق ال middle cerebellar يروحوا يخشوا ناحية السيربيلوم كويس هم دول الموسي fibers اساس الموسي fibers اللي هي corticopontus cerebellar tract بيجالها برضو شوية من لكن الموسي fibers اساسا corticopontus cerebellar fibers الموسي fibers ده رايحة المين رايحة للبركنجي لا رايحة للجرانيول سل فاكر الجرانيول سل اللي هي موجودة في الجرانيول سل اه اللي هي كانت excitator صح الموسي fibers بتروح تعمل excitation لمين للجرانيول سل اللي هي بعد كده الجرانيول سل اصلا بيطلع منها الاكسونز بتاعتها بتطلع لفوق صح وتعملك حاجة اسمها parallel fibers اللي هم موجدين في outer molecular layer دول عشان تروح تعمل برضو excitation لمين للبركنج سل يعني انت عايز تقول لي ان الموسي fibers برضو يعتبروا excitatory للبركنج سل ولكن هما indirect excitation لان هما في الاول بيعملوا excitation للجرانيول سل اللي بعد كده بيطلع منها الاكسونز تعمل parallel fibers تعمل excitation للبركنج سل الله عالكلام الجميل كل دول كل الخلايا وكل الليلة وكل fibers دول كله بيلف ويدور على مين على البركنج سل واضح هي نجمة واهم component of the cerebellar cortex هي البركنج سل طبعا الله يبقى الtwo fibers اللي جايين لل cerebellar cortex من بره واحد جاي من inferior liver nucleus اللي هو climbing fibers ودول excitatory direct mean البركنج سل وعندك الموسي fibers اللي ما جايين بقى غالبة من cerebellar cortex هيروحوا على طول للبركنج زي لا مش هيروحوا للبركنج عطول هيروحوا يعملوا excitation للgranule cell اللي هي بالتالي هتعمل بعد كي يطلع منها axon يعملوا excitation لمين للبركنج سل يبقى انا كده اقدر الم الموضوع شوية بتاع cerebellar cortex واقولك ان cerebellar cortex outer molecular layer اللي كان فيه خليتين اللي هما مين اللي هما الستيلات والباسكت سل بس برضو هتلاقي في الouter molecular layer ده في الدندريت تاع البركنج صح وهتلاقي فيه الاكسونز بتاعة الجرانيول سل اللي عاملين parallel fibers ولقيت في الموليك الار ده الستيلات والباسكت سل عاملين سينابس مع الدندريت بتوع البركنج سل وكان ليهم inhibitory effect على البركنج سل ده الستيلات والباسكت وشفت كمان الاكسونز بتاعة الجلوتاميت سل اللي هما عاملين الparallel fibers دول بيعملوا سينابس مع البركنج سل ولكنهم ايه excitatory للبركنج سل شكرا لما نزلت بقى البركنج سل لقيت الاس cell body بتاع البركنج سل وقفة باشا كده ما فيش غيرها في المنطقة اللي هما اصلا جايين من الانفير البر نيوكليس حلو الكلام حلو الكلام لما نزلت على الليل اللي تحت اللي هو الgranular cell layer لقيت مين لقيت الجرانيول سل مهمة جدا الجرانيول سل ديت لقيتها بيجالها excitatory impulse من الموسي فايبرز فتروح هي بالتالي بعت excitatory impulse بقى عن طريق اكسونز بتاعتها اللي بتعمل parallel fibers فتعمل برضو excitation مين للبركنجي سل ومين بقى اللي بيزبط اللي لدي الجول جي الجول جي سل اللي هي بتبعت inhibitory impulse للparallel fibers او للاكسونز يعني بتاعتك ايه بتاعتك granule سل فبرضو تفرملها شوية وتزبط الدنيا بتاعتها يا جماعة سيركوت غاية في الخطورة والاهمية اللي كل اللي لدي ايمة عليها مين بيعملها inhibition stellate وبasket وindirectly جول جي لانه بيينهبط الايه الparallel fibers طب مين بيعملها stimulation كل البقاء بيعملها stimulation بقى الموسي fibers اللي جاية من الكورتيكو بون سيربا تركت عطبت excitatory ولكنها indirect لانها بتعمل stimulation للgranular cell اللي هي بعد كده عن طريق الparallel fibers هتعمل stimulation البركنجي سل هذه هي التأسيمة والسيركوتس المهمة والتربيطات المهمة والتركتولوجي اللي موجود في السيربالر كورتيكس كل ده في الاخر قائمة على التحكم في مين على التحكم في البركنجي سل طب هو البركنجي سل اصلا بتعمل ايه اه البركنجي سل هي اصلا خلية ايه انهيبتوري خلية انهيبتوري طيب هي بتعمل انهيبشن لمين اه تعالا بقى البركنجي سل بتبعت انهيبتوري امبلسز اللي هي امبلسز بتعمل فرامل يعني بتفارمل حاجة معينة انهيبتوري امبلس بتبعتها لديب نيوكلي وتحديدا الدنتيت نيوكليس فاكر النيوكليس اللي هي موجودة فين ناحية السيرابيلر همسفير دي حلو جدا يبقى البركنجي سل بعد لما كل بقى عملية لعب فيها بقى شوية اكسايتوري وشوية انهيبتوري احنا فهمنا لكلام ده تروح هي بعتها ايه انهيبتوري امبلس لمين للدنتيت نيوكليس طب وهي الدنتيت نيوكليس دي بقى بتعمل ايه اه بتروح بعتها هذه الانهيبتوري امبلس اللي جاء من البركنجي سل بعتها لبرة برة السيرابيلر بعتها المين يعني بعتها الحكتين بعتها للسيرابيل كورتكس عن طريق الثالمس تراكت اسمه سيرابيلو كورتكال او عن طريق من السيرابيلر الى السيرابيلر كورتكس عن طريق الثالمس يوصل الى اريا 4 و اريا 6 اللي هو مسؤولة عن ايه اللي هو الموتور كورتكس علشان يفرمله اي حركة اوبر اي حركة فيها excessive movement طب هو الانهيبتوري امبولس دي كاجات منين كاجات من البركنجي البركنجي بعت انهيبتوري امبولس للدنتيت ومن الدنتيت بعت ايه بعت انهيبتوري امبولس الى السريبر الكورتكس اريا فور و اريا سيكس عن طريق الثالمس حتى بنسميها دنتيتو ثالمك تراكت لو خارج من الدنتيت نيوكليس رايح للثالمس ومن الثالمس هيروح لمين هيروح للسريبر الكورتكس اريا فور و اريا سيكس علشان يفرمل اي ايه اي حركة زيادة فبحيس ان انت لما تيجي تعمل fine movement تعملها بدقة شديدة عملتها بدقة شديدة ازاي لانه عندك فرامل من الفرامل بتاتك البركنجي سيل يا باشا البركنجي سيل بتبعت انهيبتوري امبولس وتفرمل لك الحركة بس مش بتبعتها direct للكورتكس لا بتبعتها الاول الى دنتيت نيوكليس ومن الدنتيت نيوكليس هتروح انطريق دنتيتو ثالمك باثوي فالدنتيتو ثالمك يروح ايه باعتها من الدنتيت نيوكليس للثالمس ومن الثالمس لاريا فور و اريا سيكس فيفرمل ايه اي حركة زيادة الله بس الدنتيت نيوكليس مش بتبعت بس للكورتكس بتبعت لمين تاني والكلام ده انت سمعته قبل كده وعارفه قبل كده بتبعتها إلى الريد نيوكليس الله 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 يعني عندي حاجة اسمها دنتيتو روبرا ايوة هبعتها لمين للريد نيوكليس طب وانت هتعمل ايه في الريد نيوكليس مش فاكر بقى الريد نيوكليس عنده حاجة اسمها ايه روبرا سباينال تركت ممكن بقى هحتاجه ان هو يزبط لي البوستر بتاعي ويزبط لي المسل تون الله ده مين بيعمله برضو دنتيت نيوكليس حبيب قلبي ايه جماعة الكلام ده ايه الكلام الجميل ده كلام ممتع جدا وخلي بالك برضو ان الريد نيوكليس اللي هي بيجيلها دنتيتو روبرا الفايبرز بتبعت امبالسز وتتصل الاتصال مباشر بمين بالانفيرير اوليفر نيوكليس اللي هي اصلك كانت متوصلة بالايه بالبركنجي عن طريق climbing fibers بص السيركوت اللفة اللي احنا لفنها دي كلام مهم جدا يبقى انا بدأت بالبركنجي سل الانهيبتوري اوتبوت المهم جدا اللي خارج من السيربيلر كورتكس هينزل يعمل انهيبشن لمين او يبعت الامبالسز بتاعته للدنتيتو نيوكليس هيطلع منها دنتيتو ثالمك رايح للثالمة سوى منها الى السيريبرال كورتكس الموتور اريا عشان يفارمل اي حركة زيادة ورايح كمان دنتيتو روبرا الى الريد نيوكليس عشان يتحكم برضو في المسل تون ويتحكم فيه الايه البوستر والكلام ده بس اكتر يعني المسل تون وكذلك يتحكم فيه الانفيرير اوليفر نيوكليس الله يا جماعة ده شغل عالي جدا جدا وبالتالي اقدر اقولك ان واحدة من اهم الفانكشنز اف دا سيريبالام هو الاتصال المباشر بالموتور كورتكس والقدرة على تصبيط الحركات الارادية القدرة على انه يخلي الحركات الارادية الفولانتري موفمتس بتاعتك تتعمل بدقة تبقى 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 دقيقة ليه لان انا بعرف افرمل اي حركة زيادة بعرف امنع اي حركة ممكن تتعمل مش مظبوطة عشان كده العيان اللي عنده مشكلة في السيريبالر هيمسفير اللي فيه الدنتت نيوكليس ابو الفرامل ده اللي متوصل بالبركنجي سيل تلاقي بيجي لهم حاجة اسمها ديسمتريا يعني يجي يمسك ايدك ما يوصلش ليدك بالزبط لما نعمل finger to nose test نلاقيه ايه بيعمل حاجة اسمها ايه ديسمتريا ان هو ما يوصل لكش بالزبط يوصل لبعديك لانه ما عندوش فرامل ما عندوش بيركنجي سيل مش مظبطة الدنتت نيوكليس بتاعته يا نجم يا لهوي وانا عملا افهم كده شفت بقى ديسمتريا بتاعت السيريبالر اجزاميناشن جات ازاي ان الدنتت نيوكليس مش شغالة الفرامل الرئيسية اللي بتخليك تعمل fine movements بايزة هي الفرامل دي بدأت من البركنجي سيل بعد الهيبتري امبالس دنتت من الدنتت دنتتو ثلاميك الى الكورتكس ودنتتو روبرال الى الريد نيوكليس شكرا شكرا وديت اول فانكشن للسيريبالر اللي هي عن طريق اتصاله بالسيريبال كورتكس وهذا الجزء من السيريبيلم بنسميه the neocerebellum بنسميه ايه the neocerebellum يعني ايه neocerebellum يعني الجزء اللي هو او سعب يسموه cerebruserebellum cerebruserebellum او ال neocerebellum هو الجزء بتاع السيريبيلم اللي بنتوصل directly بالcerebral cortex بالmotor area بتاع السيريبال الكورتكس يعني وهدفه هو تصبيت الفاين volantary movements انها تتعمل بدقة شديدة الله عايب حلو جدا كده انا فهمت اتصال مهم جدا ما بين البركنجي او ما بين السيريبيلم الكورتكس بقى والايه واول خالية موجودة في الديب ديب متر بتاع السيريبيلم ما ليه الدنتيت نيوكلس طب بقيت الخالية بقى ايه الاخبار يعني عايزين نعرف مثلا الفاستيجيال نيوكلس بتعمل ايه والانتربوز نيوكلال هو الجلوبوس والامبوليفورم يعملوا ايه تعالوا عن طريق اتصالاتهم يعني ايه اللي جاي لهم و ايه اللي طالع منهم عن طريق هذه الاتصالات هنقدر نفهم ايه الفون institution بتاعتهم يعني مثلا الفاستيجيال نيوكلائي لقوا ان الفاستيجيال نيوكلائي بيجي لهم افرانس او بيجي لهم impulses منين من ال spinal cerebellar tracts ايوة ايوة فاكرهم دولة على unconscious sensation خدناهم في tractology spinal cerebellar anterior posterior spinal cerebellar برافو عليك بيبعثوا او الفastigial nucleus بيجي لهم impulses ومعلومات من ال spinal cerebellar tract وبيجي لهم كمان معلومات من الايه من ال vestibular nuclei من ال vestibular nerve ال vestibular cochlear nerve نيرف رقم 8 الجزء الخاص بال vestibule of the inner ear اللي هو برضو ليه علاقة بالايه بال balance ليه علاقة بوضعية الرأس في الايه في ال environment اللي حواليها فاكر الكلام ده اوه يبقى انا كفاستيجيال نيوكلاي جايلي معلومتين جايلي معلومتين مهمين جدا من المخابرات بتاعتي جايلي unconscious sensation من ال proprioception اللي هي ال spinal cerebellum unconscious perception من ال spinal cerebellar tract وجايلي كمان من ال vestibular nuclei ماشي ماشي تقوم الفاستيجيال نيوكلاي بعد كده بعتها هي بقى نفسها impulses لمين ها تبعت برضو لل vestibular nuclei الله الله يقوم يقوم ال vestibular nuclei بعتين حاجة اسمها vestibular spinal tract اوبا ده الله الله ده جوز extra pyramidal ايوة ايوة بالراحة علي عشان الكلام بيتقل وتبعت كمان لل reticular formation اللي موجودة في البرينستن اللي بعد كده هيبعت reticular spinal tract يبقى ال vestibular spinal tract مين بيتحكم فيه دلوقتي عرفت بتحكم فيه مين بتحكم فيه الفستيجيال نيوكليس الفستيجيال نيوكليس بتبعت لل vestibular spinal tract وبالتالي تستطيع هذه الفستيجيال نيوكليس بالمعلومات اللي جيالها من ال vestibular nerve عن طريق ال vestibular نيوكليوعي والمعلومات اللي جيالها من spinal cerebellar tract انها تتحكم شوية في body posture وال position of the body والbalance عن طريق انها بتتحكم في vestibular spinal tract اللي هو ليه دور في التحكم في المسل tone والbody posture وكلام ده فتقدر انها تحافظ لك على البالانس خصوصا البالانس بتاع الايه بتاع الترانك خصوصا مين الترانك اللي هو الbody نفسه تمام وبالتالي يبقى الفستيجيال نيوكلياي اللي موجودة فين اللي موجودة في الفيرمس ليها دور مهم جدا في الحفاظ على البالانس of the body ازاي اصلها بيجي لها impulse spinal spinal ومن الفستيبل نيوكلياي اللي هو جاي من الفستيبل نيرف تحديدا فبتعرف معلومات عن ال ايه عن position of the body كويس وتقوم هي بعد تتحكم بقى فين تبعت لل الفستيبل spinal tract وبتبعت برضو شوية للثالمس وال سيريبل الكورتكس لكن المهم عندي الحفاظ على البادي بوستر عن طريق مين عن طريقه تتحكم في الايه في البالانس والباستر عشان كده العيان اللي عنده مشكلة في الفيرمس تلاقي عنده حاجة اسمها truncal ataxia بص الكلمة دي truncal ataxia مش عارف يمشي على خط مستقيم البالانس بتاعه مش موجود ليه محرك الفستيجال نيوكليس اتضربت طب ايه همية الفستيجال نيوكليس لا دي مهمة جدا في البالانس دي اللي بيجي لها spinal cerebellar tract والvestibular نيوكليس بتبعت لها المعلومات بتاعت vestibular nerve وهي بتبعت impulses الى vestibular spinal tract تزبط به body posture بتاعت trunk فعشان كده بيجي لهم truncal ataxia لان الفستيجال نيوكليس اتضربت ياه وانت فاهم الليلة جميلة ازاي شكرا شكرا يبقى انا كده فهمة الدنتات بيشتغل ازاي ان هو يعتبر الفرامل بتاع cerebral cortex فلما الدنتات يبوز لو في مشكلة في السيريبلر همسفير يبقى انا عندي مشكلة في الفرامل يبقى انا عندي حاجة اسمها ايه dysmetria ان انا مش عارف اعمل fine movements مضبوطة وعرفت كمان دلوقتي الفستيجال نيوكليس اللي هي في الفيرمس اللي هي لو اتضربت يجي لي حاجة اسمها trunk الاتاكسيا لان هذه الفستيجال نيوكليس على اتصالات مهمة جدا بين يوكلياي موجودة في البرينستيم تتحكم في ايه في البالانس والبوستر of the trunk طيب بالنسبة للامبوليفور والجلوبوز والكلام دل هو الانتربوز النيوكلياي هتلاقي الانتربوز والجلوبوز دول برضو يعني لهم علاقة بيه البوستر والبالانس بتوع من بتوع الليمز اكتر من البوستر والبالانس بتوع الترانك يعني الترانك فاستيجال نيوكليس خلاص اما الانتربوز نيوكلياي اللي هم الامبوليفور والجلوبوز دول لهم علاقة بالبالانس والبوستر بتوع الليمز يعني ايه مثلا فاكرين المثال اللي كنا قلناه وانت رايح تمسك الموبايل تزبيط وضعية جسمك اللي هو الترانك نفسه انه هو ثباته والبالانس بتاعه ده بتاع الفاستيجال نيوكليس طيب انت روح تمديت دراعك عشان تمسك الموبايل صح دراعك ثبات الدراع نفسه الليمب كله على بعضه ده انتربوز نيوكلياي طيب هتمسك بقى الموبايل بايدك ده حضرتك فاين موفمين صح ولا ايه مين بقى اللي بيزبط الفاين موفمين ده الدنتت نيوكلياس الله احنا كده بدأنا نفهم الليلة يبقى الانتربوز نيوكلياي برضو لهم دور في البالانس بس البالانس بتاع الليمبز الانتربوز بنيوكلياي برضو بيجيليهم Spino Cerebellar input بيجيليهم من Spino Cerebellar pathway بس بيجيليهم عن طريق مين ها اللي هو Propriception بتاع الليمبز بقى بيجيليهم من Propriception بتاع الليمبز يعني Spino Cerebellar tract بيبقىح حاجات للي علاقة راحل مين للفاستيجال نيوكلس تحكم في الباستور بتاع الترنك اما الحاجات اللي هي علاقة به البرو بريو سيبشن اف دا ليمز اللي طالع في الاسبانو سيربيلر تراكت هتروح لعمنا مين هتروح ليه الامبوليفورم والجلوبوز نيوكلي اي طيب والامبوليفورم والجلوبوز نيوكلي اي دول بقى بيشتغلوا ازاي ان هم يزبطوا الموفمين او سوري بيزبطوا البالانس بيطلع منهم من الامبوليفورم والجلوبوز دول الامبوليفورم والجلوبوز تروح برضو للريد نيوكليس اه يعني الريد نيوكليس كده بيجي لها اتنين امبوليفورم والجلوبوز من السيربيلر واحدة جايلها من الدنتات نيوكليس واحدة تانية جايلها برضو من الامبوليفورم والجلوبوز عن طريق هذه الريد نيوكليس تستطيع برضو انها تتحكم في التون بتاع الفلاكسورس بالذات زي ما قلنا ويتحكم برضو في الايه في الباستور والتون بتاع الايه؟ بتاع الليمبس ياه ياه تنا كده بقى اقدر اقسم لك السيربيلم الى 3 اقسام صراحة بقى اقدر اقسم السيربيلم الى 3 اقسام بعد لما احنا فهمنا الليلة دي اول جزء اللي هو السيريبرو سيربيلم او سعب يسمون نيو سيربيلم اللي هو فيه اتصالات مباشرة ما بين السيربيلم والسيريبر الكورتكس اللي هو موتور كورتكس يعني عن طريق الثالمس وده هو دوره انه هو يخليك الvoluntary movements تبقى more fine لانه بيفرمل لك الايه الvoluntary movements ده اللي هو النيوسيربيلم او سريبروسيربيلم بس في جزء تاني اسمه سباينوسيربيلم او سعب يسموه باليوسيربيلم والسباينوسيربيلم ده اللي بيستقبل الامبالسز من الايه من السباينوسيربيلم ويعرف المعلومات عن الجسم والجزء اللي حواليه وكده ويقدر عن طريقه برضو عن طريق المعلومات ده انه هو يبعث يزبط بها برضو البوستر بتاع الجسم والايه والتون بتاع العضلات عن طريق برضو انه هو تحكمه في ال ايه في ال red nucleus وال vestibular nuclei والرتيكلا reformation وكلام ده وعندنا كمان الجزء التالت اللي بسميه vestibuli سيربيلم او سعب يسموه وده الجزء اللي بيجله امبالسز من ال vestibular nuclei لجيم الفيستيب isso عن طريقهم برضو يتحكم في التون بتاعل عضلات ويقدر ان هو برضو يحافظ على البالانس بتاع الجسم عموما يعني عندنا جزء اللي علاقة بالبالانس وتاع الجسم عموما وجزء اللي علاقة باللمز و جزء اللي علاقة بالفاين موفمbe أو الvoluntary fine movements سيريبرو سيربيلم سباينو سيربيلم وفستيبيلو سيربيلم هو ده السيربيلم والانترنال والتراكتولوجي العنيفة جدا للسيربيلم موضوع كبير والموضوع انا عارف انه هو يعتبر معقد شوية لكن اعتقد انه هو يعني ممكن نكون بدأنا نفك رموزه شوية وعرفنا بقى ان السيربيلم عبارة عن سيربيلم كورتكس وويت ماتر جواها نيوكلياي وعرفنا بقى الايه الكورتكس ده عبارة عن ثلاثة ليرز فيهم الباسكت سيل والاستيليت سيل والميدل بركنجي لير اللي في البركنجي سيل والانر جرانيول لير اللي في الجرانيول سيل والجولجي سيل وعرفنا ازاي البركنجي سيل هي محور الهدف يعني هي اللي بيجي لها انهيبشن من الاستيليت والباسكت سيل وبيجي لها excitation عن طريق climbing fibers اللي جاء من inferior liver nucleus وبيجي لها كمان excitation من parallel fibers اللي هما axons طوال granule cell اللي هي اصلا بيجي لها excitation من mossy fibers اللي هي اصلا جاية من cortex والجولجيسل عرفنا انها بتعمل inhibition لل parallel fibers بتاعت granule cell وكمان عرفنا ان البركنجيسل هي output الوحيد اللي بيطلع من cortex وبيروح يدي inhibitory impulse الى dentate nucleus وبالتالي هذه dentate nucleus بيطلع منها fibers اللي هي dentate thalamic اللي راحة للموتور cortex عشان تفرمل اي حركة زيادة واللي لو بازت بيحصل ايه بيحصل dysmetria وعدم القدر على ان الحركة تبقى متفرملها و fine وبريسايز عرفنا كمان انها ممكن بتبعث عن طريق dentate rubrol برضو علشان تتحكم فيه برضو الايه ال rubro spinal tract واللي علاقة به البوستر والبالنس بتاع الايه بتاع الليمبز وعرفت كمان الفستيجيال نيوكليوس اللي بيجي لها impulse من spino cerebellum و بيجي لها من vestibular nuclei اللي هو ما جاي من vestibular nerve عشان تقدر انها تبعث impulses لل vestibular نيوكلياي فتتحكم في vestibular spinal tract وتقدر انها تزبط البالنس اف دا ايه اف دا trunc واللي لو بازت بيجي لك حاجة اسمها truncal ataxia وعرفت كمان الجلوبوز وال emboliform nuclei اللي هما بيسميهم ال interposed nuclei اللي هما بيجي لهم برضو من spino cerebellar tracts وبيزبطوا عن طريق بقى التحكم في vestibular spinal وال reticulus spinal وال rubro spinal tracts بيقدروا ان هما يزبطوا الايه البosture والbalance of the limbs هو دا السيرابيلا احباها الكرام موضوع ظريف جدا جدا وبرضو كل لما بتتعلم اكتر بتعرف قد انت صغير وقد انت مش ممكن هذا central nervous system قد ايه هو معقد دا كان موضوعنا المهاردة اتمنى يكون اتفهم كويس لسه متلغبط ولسه دا اتسمع الحلقة مرتين ثلاثة اقرأ من كذا source لكن اعتقد ان احنا بدأنا نفك لايه نفك شوية رموز يعني دا كان موضوعنا النهاردة بفكركم تاني هتلاقوا برضو المحاضرات هتلاقناتهم القديمة جدا كلها موجودة على اللينك بتاع التليجرام واللينك بتاع الفيسبوك واحنا كل اسبوع كده بنعد نزبط الحلقات نزلها كلها تلاقوها كلها موجودة على اللينكات بتاعتنا نشوفكم الحلقة الجاية بقى هنتكلم عن مين بقى معلش البوب الكبير بقى نبدأ نخش فيه الانترنال استراكتشر والتراكتولوجي للمعلم الكبير بقى دا برين كان معكم احمد زهران